فكرة إنك بتعمل الحاجة صح إحنا شغالين بقلنا فترة طويلة على كتير من المشروعات يمكن مشروعات الخضراء إحنا مش مدينها حقها كفاية في إن إحنا نتكلم عليها وإن إحنا نبقى عرفينها إحنا بقلنا فترة شغالين عليها لو حالك تقول لنا أبرزهم وإحنا شغالين عليهم أول أبرزهم يمكن إحنا في عندنا مشروعات السيارات الكهربائية دي موجودة خلاص بيتم عقوده الأخيرة لها حصل عقد التدائي وحالياً في عقد نهاية بتعمل ده مهم جداً لنا بالنسبة لنا في عندنا مشروعات اللي هي بتخص الطرق عندنا مشروعات تانية بتخص المدن الجيدة المرنية على التراز اللي هو جيل الرابع أو مدن الجيل الرابع عندنا أكتر من مشروع إحنا في موضوع التنمية المستدامة بالذات إحنا حققنا هدف كتير جداً إحنا عندنا النهاردة في كنز اسمه حياة كريمة لو اتكلمنا مثلاً على محاربة الفقر وعلى مثلاً إن إحنا بنحاول إن نوفر مستوى أو جودة حياة عالية أعلى ما يمكن توفير مجاوز حال المصريين ما حياة كريمة هي عبارة عن إيه؟ ما هي نفس الموضوع ده شبكات مية وشبكات الصلاة وشبكات صرف وشبكات غاز وشبكات كهرباء حاجة حتنقل الريف المصري نقلة تانية هو استحقها ورأيي إن المشروع ده تأخر فترة كبيرة جداً المشروع ده كان لازم يحصل من الثمانينات من السبعينات يعني مش من النهاردة زي حسن بادر قوي فده مرشروع عظيم يعتبر من أهم موجهزات مصر في موضوع التنمية المستدام آآ عندنا أكتر من حاجة تخص بقى ايه؟ تخص الانتاج إنه بيتخش ده وقت بالضغط بالطبع المعيير البيئية على المصانع إنه لا آآ لو تفتكر حرك زيارة الرئيس لأسوان ومصنع كيمة أسوان طبعاً والشاب الأسوان الجميل الزبط اللي طرع يشتكم من موضوع البيئة أو الصار في ساعتها أي وإزاي التحرك الرئاسي كان حاسم ورئيس راح بنفسه صحيح الزبط رئيس راح بنفسه بعد المؤتمر على طول وأصدر توجيهات إن الموضوع توقف وفعلاً توقف حصي عندنا اهتمام بتنظيف البحيرات الشمالية اللي هي في البحر المتوسط آآ سواء بحيرة إيتكو وبحيرة باردويل البردويل ده 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 فيه طفرة جبيرة حصلت في قصة البحر طفرة جبيرة جداً ده غير بقى المواني اللي هي بيحصل فيها شغل تاني بقى خالص طب قصة بقى تآكل الشواطر ودي ربما الأمم المتحدة مهتمة بها جداً وخصوصاً مع التهديدات بارتفاع مستوى البحار وغرق مدن كاملة ودولة عملت فيها جهة عظيم يدرس حقيقي حقيقي مجهوداتنا حصل فيها إيه وفي فتاح مدينة المنصورة الجديدة يعني كم الفريق كامل الوزير قال كلمة محدش خبله منها إن احنا حطينا مصادات في بداية الشواطئ عشان نمنع التآكل بتاع الشواطئ ونحافظ على اليابسة بتاعت المنصورة الحتة عدت على الناس كده محدش خبله منها هي معمولة أصلاً علشان خطر حتة التآكل احنا كلنا شايفينها في اسكندرية لكن ملاحظناهاش بقى في السواحل الشمالية بطولة يعني آه يعني هو في المنصورة جديدة حديداً أنا فاكر كويسة يعني الفريق كامل وزير وزير النقل اتحد كان اتكلم عنها في النقطة دي أو أظن وزير الإسكانة عنها تذكر عشان بقاش كدب اي والحتة دي لفتت نظري قوي لأنها مهمة ولنكت جداً لكامل ما حراك بتقول علي ده متصل قوي بالموضوع ده لأن أنا عايز أقول لأن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يتكلم عن القصودية حديداً وذكر الإسكندرية بالإسم وقال إن الإسكندرية هتغرق خلال عشرين سنة ومشعرفوا حيات كده فلا بعد الشر لا مش هيحصل يعني إن شاء الله فإحنا بدأنا نتحرك فيها وبدأنا نحط استراتيجية لحماية الشواطئ من التآكل ده طبعاً هنا في عندنا في الساحل الشمالي برضو بتعمل نفس الموضوع وكل مكان أو كل مكان بيحصل فيه تنمية بيتعامل حساب الموضوع ده لكن برضو هارجوا أنت مهما عملت الحد إيه هو الأساس المسبب الرئيسي إن درجة الحرارة ترتفع الثلوب بتسيح بتنزل درجة الحرارة بتزيد الأمطار بتزيد فيماكن وبتقطع فيماكن تانية هو الكوكب أصلاً سبعين في المئة منه مياه يعني بالضبط إحنا بنعمل مجهودات مناش الاستثناءة هو اليابسة على فكرة مجهودات خارقة بس هي الفكرة الأساس في الموضوع إن أنا عادي أتعامل معها بيسموها كده أو الأساسيات أو المسببات الرئيسية زي إيه مثلاً زي موضوع التغير مناش الاحتباس الحراري إن كل ده هو اللي حيودينا لموضوع ده طب أنا عملت فضلت أبني 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 ودرجة الحرارة بتزيد 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 يعني كل حاجة بتأدي الحاجة برغمنا إحنا بنقول ممكن يحصل غرق لبعض الأماكن وبيحصل فيضانات وبيحصل دوابان سلوج بنلاقي جفاف شديد برضو في نفس الوقت دي بقى من الأثار اللي هي الأثار السياسية للتغيرات المناخية إن في دول كاملة النهاردة في العالم عايشة عن أمطار فلما المناخ بيتغير المطر بدل بيينزل هنا حينزل هنا طب الناس اللي عايش هنا ده هتعمل إيه فبدأ اللي بيحط السيناريو أو بيحط الديزاين يحط في باله إن فيه ناس ممكن تعمل هجرات كبيرة وتبدأ إنها تخرج بين هنا إلى هنا لذلك فيه كلام كتير على حيطة حقوق اللاجئين أو المهجرين هو الكلام عن الحاجات دي كلها السبب وإيه ما هو السبب الموضوع ده إنك بتؤهل نفسك لهذا الأمر عشان خاطر ما يتسببشك مشكلات كبيرة في المستقبل لأن الموضوع يعيكساته كبيرة وخطيرة فوق محد يتخيل لأن الإنسان إذا لم يجد يعني مشهول أكل مية هيقايش إزاي صحيح وهيستر نوع ينتقل من هنا إلى هنا إزاي والتغيرات الديمغرافية القائمة على هذا الانتقال هتبقى عاملة إزاي والمجتمعات اللي هي المغلقة على نفسها والمجتمعات اللي هي المحلية هتتعامل مع هذه المتغيرات إزاي كل دي أسئلة لازم نحطها في بالنا وإحنا نتكلم عن التغيرات الملاقية بالتحديد يعني